طيب انتشار نوع جديد من السجائر الإلكترونية بس ناود أن نستوضح موقف قانون البيئة منها وكذلك بالنسبة لما يعرف الشيشة التي تكون في أماكن تقريبا على الشارع يعني لا يكون المقام مغلق صحيح طبعا أول شيء بالنسبة للسجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية اليوم أصبحت يمكن من الأشياء التي بدأ البعض يعني يستخدمها بشكل دائم يعني نحاول أن نوضحها أيضا للإخوان هي ضمن المحظورات الموجودة في المادة 56 المادة منعت التدخين وبالتالي ما منعت ما حددت إذا كان هذا التدخين هي سجائر التبغ أو الإلكتروني أو الشيشة الإلكترونية هي كلها تدخين وبالتالي ينطبق على ما ينطبق على السجارة التبغ أو السجارة العادية ينطبق على سجارة التبغ السجارة الإلكترونية وينطبق على الشيشة الإلكترونية هذه كلها اليوم بحسب القانون المادة 56 أشياء مخالفة الشيشة أو مقاهي الشيشة أو الأماكن التي تقدم فيها الشيشة في الأماكن المفتوحة وردت في اللائحة التنفيذية ومسودة اللائحة التنفيذية بإذن الله سيكون هناك تنظيم لها بشكل كامل كان هناك اتصالات واجتماعات مع الأخوان في بلدية كويت وفي وزارة التجارة بإذن الله أنا متفائل إن شاء الله اجتماع مجلس الدارة القادم في شهر إبريل القادم أن تعتمد هذه اللائحة وتنشر في جريدة الكويت اليوم وتطبق هذه اللائحة في الأماكن هي شبه مغلقة لما نتكلم عن موضوع الشيشة سيكون مسموح المدخنين يدخنون أم كذلك حتى هذه الأماكن ستكون مخالفة شودي يقول لي ما خليتوا لنا مكان لا سيكون يعني عشان لا نستبق الأحداث هي مسودة اليوم موجودة هناك التنظيم أو المقترح اللي موجود في المسودة لمقاه الشيشة إنها تكون معكوسة هي أماكن خاصة بالمدخنين مغلقة استوفت أماكن التهوية والتكيف يكون منفصل تماما عن باقي أجزاء المبنى يجب عليه صاحب هذه المنشأة أن يجهز أماكن لغير المدخنين إذا كانت هذه المقهى يحتوي على مطعم وغيرها وبالتالي يجب عليه حماية من لا يدخن بوضع أماكن خاصة لهم فيها وسائل تهوية مفصولة وفيها تكيف منفصلة